نروح بقى من الأجواء الأوروبية ونعود مرة تانية للأجواء العربية البطولة العربية وهي أكيد شغلة بقالها فترة وأسابيع واستمتعنا بطشاط كتيرة بطولة كاس الملك سلمان الأندية الأبطال ونهاردة هتقام المباراة النهائية ما بين الهلال السعودي والنصر السعودي حقيقة نهائي كاس الملك سلمان الأندية الأبطال الانطلاقة هتكون الهدية المواجهة الهلال في مواجهة النصر لقاء سعودي خالص الساعة 6 مساء وأكيد مباراة تكون كبيرة وممتعة بحضور جماهيري عملاق بالنسبة للفريقين اللي لهم جماهيرية وشعبية عظيمة جدا جدا على الأراضي السعودية فبالتالي هنشوف أكيد الاستاذ متأفل وخلونا بس نستعرض معكم مشوار الفريقين في البطولة ونبدأ مع مشوار الهلال السعودي في كاس الملك سلمان الأندية الأبطال دور المجموعات كان في مواجهة أمام أهل طرابلس الليبي انتهت بالتعادل السلبي والمواجهة اللي بعدها أمام السد قطري قدر يكون السد بيفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين والمباراة الأخيرة في دور المجموعات فاز الهلال بهدفين مقابل هدف على الوداد المغربي تأهل بعدها لربع النهائي وتواجه أمام الاتحاد السعودي وفاز الهلال بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد وفي نصف النهائي فاز الهلال بثلاث أهداف مقابل هدف على الشباب السعودي مشوار نادي النصر في كاس الملك سلمان للأندية الأبطال في دور المجموعات واجه النصر السعودي فريق الشباب السعودي وتعادله سلبيا بعد كده واجه الاتحاد المنستيري التونسي وفاز النصر بأربع أهداف مقابل هدف ثم تعادل إيجابيا مع نادي الزمالك المصري بهدف لكل فريق تأهل من خلال نتيجة في دور المجموعات لربع النهائي للمواجهة أمام أرجاء المغربي ولفاز عليه بثلاث أهداف مقابل هدف وفي نصف النهائي فاز على الشرطة العراقي بهدف نظيف علشان يكون بيتأهل لملاقات منافس سعودي آخر في اللقاء النهائي لهذه البطولة